زبطة الرندر السريعة للحالات الطريقة الاربعين حاجة اللي موجودين في البيدي اف دول علشان نزبط الفايل بتاعنا من غير ما نقلل في الكواليتي بس هنفترض ان السرعة عندنا هي لليها الاولوية وساعتها هنضحي بجزء من الكواليتي بتاعتنا علشان نخلص بسرعة في الحالة دي هنضطر نستخدم الابشن بتاع زبطة الرندر السريعة تكنيك الزبطة السريعة ده بيخليك تقدر تتحكم في الوقت بتاع الرندر زي ما انت عايز ولكن الكواليتي هتتأثر بدا فلازم نستخدمه بحكمة واسهل طريقة علشان نزبط الوقت ونقلل الجودة بتاعتنا هي من خلال ال V-Ray Quick Settings Tool ودي موجودة من اول ال V-Ray 3.0 وانت طالع وبمجرد ما هندوس على الاداة دي هنقدر نتحكم في سرعة الرندر باستخدام التلاتة سلايدرز دول واحد بيتحكم في ال GI اللي هي حسابات الاضاءة واحد بيتحكم في ال Shading Quality اللي هي حسابات الماتيريلز واحد بيتحكم في ال Anti-Aliasing اللي هي جودة الصورة السلايدرز دول لو حركناهم يمين هيديني كواليتي اعلى وسرعة اقل ولو حركناهم شمال الكواليتي هتقل وهتبقى الرندر اسرعة لو انت لسه مش متعود على ال V-Ray Quick Settings فهي بتشتغل كالأتي هتلاقي فوق هنا اربعة ايكونز عبارة عن Exterior و Interior و Virtual Effect و Studio فهنختار نوع المشهد بتاعنا في الحالة دي Exteriors تحت هنا عند ال GI هنختار طريقة الرندر بتاعتنا وفي الحالة بتاعتنا هنا هنختار Irradiance Map و Light Cache لما نحرك السلايدر اليمين فكده بنزود جودة الاضاءة ال GI في Irradiance Map وفي Light Cache مع بعض وفي السلايدر اللي تحته هنلاقي التحكم في Quality Shading بتاعت الماتيريلز وفي اخر واحد هنلاقي ازاي نتحكم في Quality Anti-Aliasing بتاعت جودة الصورة تعالوا ندوس رندر ونشوف هيحصل ايه طيب مع الزبطة دي الصورة خدت 7 دقايق و 36 ثانية فخلونا نجرب نقلل ال Quality باننا نحرك الاسهم دي كلها ناحية الشمال وحندوس رندر مرة تانية دلوقتي هنلاحظ ان وقت الرندر بتاع الصورة دي قل لحد 32 ثانية بس طبعا هنلاحظ ان ال Quality تأثرت جامد خاصة في ال Noise وجودة الصورة فاحنا عندنا Quality 7 دقايق و Quality 30 ثانية بس مع الاداية دي هنعرف ازاي نزبط Quality ووقت مقبول ما بين الصورتين دول وده كان اول تكنيك عندنا تاني حاجة بقى عندنا هو ان انا عملت النفسي تصبيطة للرندر متخففة وبتشتغل كويس اوي مع اغلب المشاهد الخارجية هتلاقوا التصبيطة دي Preset متزبطة موجودة في قسم ال Download بتاع المحاضرة دي هندوس هنا على Load وحنشاور على مكان الفايل اللي اسمه Optimize Render Setup وحندوس Open وهو هيحمل كل ال Settings اللي بستخدمها في المشاهد بتاعتي تالت حاجة بقى انا عندي حركة كده بتخليني اقدر اتحكم في سرعة الرندر عندنا الحركة دي هي رقم ال Noise Threshold هنا الرقم ده كل ما بيصغر ويقرب للزيرو كل ما بيخلي ال Noise بتاعت المشهد اقل بس ده ليه تمن انه هيخلي الوقت عندنا يزيد بس لو ادينا الماكس الحرية انه مفيش مشكلة انسيب شوية Noise فده هيخليه يرندر اسرع خلينا نعمل تجربة كده ونخلي Noise Threshold 0.03 طيب مع الزبطة دي الصورة ترندرت في سبع دقايق وتسع ثواني دلوقتي حنجرب نزود الرقم بتاع ال Noise بس الاول خلوني ازود Render Element اللي اسمه V-Ray Denoiser ودي تكنولوجيا جديدة ازودت على ال V-Ray 3.5 وانت طالع وبتساعد على تقليل ال Noise اللي موجود في المشهد بطريقة Post Production كده بعد ما الرندر بيخلص فخلونا نزودها وهي اكيد هتساعد دلوقتي هنرجع تاني لل Noise Threshold وهنزود الرقم بتاع ال Noise Threshold ده شوية وهخليه من 0.03 ل 0.1 وهندوس Render دلوقتي هنلاقي ان ظهر عندي شوية Noise في بعض المناطق بس ممكن تكون مقبولة الى حد ما وان وقت الرندر نزل لحد اربع دقايق وخمسة وخمسين سانية لو حبينا بقى نتجنن شوية ونخلي الرقم يوصل لحد 0.5 هنلاقي ان وقت الرندر هينزل لحد دقيقتين وخمسين سانية بس نخلي بالنا في فرق دقيقتين والتلاتين سانية دول قال له بس من حسابات الاضاءة وسبعتاشر سانية بس اللي فرقت في وقت الرندر بس طبعا هنلاقي ان النتيجة فيها Noise كتير جدا فاحنا كده دلوقتي بقى عندنا القدرة اننا نتحكم في وقت الرندر النهائي باستخدام الQuake Settings والOptimized Presets وكمان الNoise Threshold ودلوقتي بقى جي الوقت اللي هنخش فيه على وقت حسابات الاضاءة باستخدام تكنيك الفلاي ثرو في الفيديو اللي جاي